نكمل اليوم عن طريقة حساب السعرات الحرارية احتياجنا السعرات الحرارية في اليوم انا المفروض اي قد اكل في اليوم اول شي لازم نعرف ان نكون اذكياء شانو ناكل احنا قلنا في البداية عنوان الدورة او الكورس ان كيف تخسر وزنك بذكاء ليش نتجنب الدهون لان الدهون فيها قلنا الواحد قرام من الدهون في تسع سعرات حرارية بينما الواحد قرام من البروتين او من النشويات الكاربز في اربع سعرات حرارية فانا لما اكل شوية دهون يعني مرة حاجة قليلة فيها دهون عالية كأن يستهلك سعرات حرارية اكبر عشان كذا اول حاجة لان دراسات اثبتت بانها تساعد على زيادة الوزن نظر لاحتوى على سعرات حرارية اكثر هذه اللوجيك يعني بالمنطق انها اكيد فيها سعرات حرارية اكثر معناتها بزيد وزن اكثر والشي الثاني لان الجسم يخزن الدهون بسهولة اكثر من الكاربز ببروتين اول ما اكلها يخزنها الجسم بسرعة فانا لما احاول اخسر وزن احاول اني اتجنب الدهون اكثر من لما اكون في عزيمة واشوف مثلا في اشياء فيها دهون مثلا يعني كذا اويلي احاول اتجنبها ااخد مثلا اشياء فيها كاربوهايدرات بس تكون ارحم يعني الدهون فيها انتنس في الكالوريز يعني فيها كمية صغيرة وفيها سعرات حرارية كبيرة فعشان كذا احاول اتجنبها طيب كيف نعرف حساب احتياجنا اليومي من السعرات الحرارية في حاجة اسمه البيسيك ميتابوليك ريت هو معدل استخدام الجسم للطاقة عند الراحة للحيطة بحفاظ على وظائفه الاساسية مثل التنفس والحفاظ على درجة حرارة الجسم زي ما قلنا قبل احنا نحتاج هذه السعرات الحرارية اللي ناخدها عشان نستمر عشان جسمنا يأدي وظائفها هذه البيولوجية يعني ان اتنفس اني اتحرك اني احافظ على درجة حرارة جسمي 37 درجة كذا هذا الويبسايت جميل جدا بيقولي كم البيسيك ميتابوليك ريت حقي بس نروح عليه بدل البومز احنا بنحط عدتنا بالكيلو جرامز بنفترض مثلا 58 الوزن الهايت بنحط بالسانتيميترز سانتيميترز بيصير مثلا 160 بعدين اقول اني فيميل بعدين نكالكوليت بيسيك ميتابوليك ريت يعني انا المفروض اكل 1254 كالوري عشان ما يزيد وزني يعني بس هذا بيسيك ميتابوليك ريت السعرات الحرارية اللي يحرقها جسمي بدون ما اساوي ولا شيء كأني بس قاعدة ما اساوي ولا حاجة هذه السعرات يحتاجها جسمي عشان يحافظ على نفسي عشان اتنفس وعشان احافظ على درجة الحرارة وعشان اعيش بس يدوب ما يحتاج اتحرك وهذه بتنحرك لحالها السعرات الحرارية طيب شنو هي سعرات حرارية اصلا هي واحدة لقياس الطاقة الموجودة في الطعام او الشراب بشكل عام المرأة يحتاج 2000 سعرات حرارية لحفاظ على وزنها والرجال يحتاج 2500 هذي بشكل عام بس يعني قانون عام ما نقدر نطبقه بس كل شخص يختلف عن ثاني على حسب كمية العضلات على حسب كمية الدهون على حسب اختراف معدل الايض على حسب نشاطه الرياضي هذي الأشياء كلها نختفع الاعتبار لو احنا بنصير يعني more precise طيب الهدف زي ما قلناهم قبل شوية بس احنا بنعيدهم مرة ثانية شنو الهدف حقي انا مثلا ابغى احافظ على وزني شنو مفروض اسوي السعرات الحرارية اللي ااكلها تسوي سعرات الحرارية المستهلكة طيب ابغى اخسر وزن لازم سعرات الحرارية المتناولة تكون اقل من المستهلكة يعني ااكل بس شوية اقل من اكلي طيب زيادة الوزن السعرات الحرارية المتناولة تكون اكبر من السعرات المستهلكة يعني انا اكل اكثر من الحاجة اللي يحتاجها جسمي هذا بشكل عام انا عرفت كيف الحين عرفت في البداية انا وزني وين خلاص عرفت انا نحيف انا سمين انا عرفت هدفي فالهدف هذا هو اما حافظ على وزني او كذا او كذا فبعدين ابدأ احسب قلنا السعرات الحرارية اللي يحتاجها جسمي عشان يحافظ على الوزن فبعدين بناء عليها انا ابدأ ايا اكل اكثر او اكل اقل بنشوف التفصيل في الدرس الجاي كيف نحسب بالضبط السعرات الحرارية بنكمل اللي احتاجها بالضبط عشان انا نزل من وزني اشتركوا في القناة